يا جماعة احنا المسألة ما هي السهلة هذا الحديث لو عدنا تاني وروحنا وارناه بتمهن شوفوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ماذا يقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسلم وأخو المسلم يعني ايه المسلم وأخو المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقفة كده يبقى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ايه أني ممكن باحتكارك يذهب نور الإيمان من قلبك مش يعني تكفر لكن قلبك ينطفق لا هيفيدك ساعتها لمال ولا جاه ولا احتكار ولا أي حاجة المسلم وأخو المسلم لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبوا لنفسه طب المسلم أخو المسلم يعمل إيه؟ لا يظلموا ما يكونش مالوا بالحرام وما يكونش مالوا بالإيه؟ بالظلم ولا يخذله ما يجيش وهو مستني المسندة بتاعته يروح تركه مش بس ويكون عبء عليه في مثل هذه الظروف ولا يحقره وبعدين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان الكلام اللي احنا قلناه أنه ممكن ينطفق نور الإيمان حضرت النبي أشار إلى صادق قال التقوى اعلقت با المسلم أخو المسلم والتقوى ها هنا أني إذا أنت خزلت أخوك وإذا أنت جعلت أخوك وظلمت أخاك وإذا أنت حقرت أخاك تنقص التقوى في قلبك التقوى ها هنا وأشار إلى صدري ثم قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبين بقى مقدار هذه الجريمة إذا حدث أي حاجة من الثلاثة دولة الظلم والخزلان والاحتقار لحسب ابن آدم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلمي طب إزاي حضرت النبي إيه مجالات الاحتقار ده قال كل المسلمي على المسلمي حرام دمه ممكن يتظلم فيه ممكن يخذل فيه ممكن يحقر دمه وماله ممكن يخذل فيه ممكن يظلم فيه ممكن يحقر فيه إن واحد يقول لي إيه يعني إيه يعني لما يدفعوا اتنين تلاتة جنيه في السلع يعني هتعمل لهم إيه وعرضه كمان لما يبقى هو يعني يحس أنه مكسور وزليل عشان السلع اللي حصل فيها أي نوع من أنواع الغش فبقينا بينشوف بعض التجار يخفوا البضاعة والناس يعني تفضل حسة إن حياتها متهددة مش يلاقيين بعضهم ما بيبقى مش لا يياكل بعضهم ما بيبقاش لاقي إن هو يتصرف عشان ينزلوا بعد كده بسعر أعلى وتلاقيهم يرفعوا السعر قبل ما يخلصوا الكمية اللي عندهم اللي كانوا جايبينها بالأسعار القديمة ويستغلوا الناس لازم الناس هتشتري الناس يعني مساكين لازم هتشتري وبعض التجار يحطوا بضاعة غير صالحة أو مش مطبقة للمواصفات عشان يلحق الهوجة هوجة الأسعار مرتفعة فيحط أي حاجة ويخلصوا منها في الهوجة دي ويغشوا الناس وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لدولة بالذات ماذا قال صلى الله عليه وسلم كان مرة ماشي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فمر على سبر من الطعام فوضع يده فيها فقال فنلت أصبعه بللا يعني ما حطي إيده شاف إن فيه تمر مبلول فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء والله أصابه المطر فقال له صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غش فليس منه حديث ده كمان فيه رواية تانية مهمة جدا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منه إيه حكاية من غشنا ده هو الرجل اللي بيبيع ده بيغش واحد أو اثنين ده ميبغشش كل الناس إيه اللي قال لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منه قال له العبرة مش انك بتغشي ده او ده او ده مش العبرة انك بتغشي مجموعة الناس اللي انت بتتعامل معاه لا ده التأثير السلبي للغش بيبقى على الاقتصاد بعامة فالتأثير السلبي للغش بيبقى على الاقتصاد بعامة وإيه اللي يحصل ويفضل أنا دايما بسميها التوايل المتدخلة للغش واحد غش بدايرة صغيرة فكمان المجالية التسع كمان المجالية التسع ويحصل بقى ايه من غشنا فساعة ما الواحد بيغش ايه اللي حاصل من سنة سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ايه ده ايه ده ايه الحكاية مالها بتكبر كده ديه ايوة امال احنا بنتكلم على اني المعصية العامة اشد اسما من المعصية الخاصة ليه انت وبتتعامل مع التجارة انت بتتعامل مع مجال عام مش بتتعامل مع مجال خاص وده معنى ايه ان انت اذا كنت بتتعامل مع مجال عام فالآثام مطروبة في عدد الناس الذين سيتضرروا امال انت ليه هيحسب عليك ما تفعل وآثار ما تفعل ليه لان فيه ضرر والضرر ده مستمر ونازم اقول لكم حاجة كان زمان الناس بتخاف على السمعة لان السمعة في التجارة كانت جزء من دين الناس وكان الواحد فيه مكأن السمعة كانت عنده واجه من وجوه الحياء من الله انه ما يغشش عشان دوتا هيعمل ايه ولو غش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفضحه اذا احنا لازم نعرف ان الغش بيفتح باب الويل في الدنيا والويل في الاخرة صحيح الله سبحانه وتعالى قال ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ده الويل ده اه ودي في جهنم كما اها في احد التفسيرات بس كمان في ويل في الدنيا نزع البركة من اشد الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يعاقب بها من يغش نزع البركة مش نزع البركة في كل مال ولذلك كثير من الاموال يأتي المال الحرام فيأخذ في وجهه المال الحلال طب نعمل ايه نعمل ايه عشان نتخلص من كل ده لان احنا لازم نعرف احنا ايه اللي كان عندنا وايه اللي اختفى مننا